الذي أمامنا في السورة أستاذ إدارة الأعمال وراد أن يعطي مثالا حيا أحضر إناء فارغا وملأه بسخور وسأل هل الإناء ممتلئ فكانت إجابة الطلبة بالطبع فأتى بكيس وملأ الإناء بهذا الحصى فقال هل الإناء ممتلئ فأجابه نعم بالطبع ممتلئ ثم أتى بكيس من الرمل ووضعه في هذا الإناء هل الإناء ممتلئ فأجابه لا فأتى بزجاجة من الماء فأفرغها في هذا الإناء ما هي الفكرة الرئيسية فأجاب أحد الطلبة نستطيع أن نصنع المذمز بالجد والاجتهاد أجابه كلامك صحيح ولكن الفكرة الرئيسية هي أن هذه الصخور يهم الأشياء في حياتك أهدافك في الحياة مشروعك تريد أن تحققه لتعليمك أو أسعاد غيرك وأنه إذا لم نضع هذه الصخور أولا فلن نستطيع أن نضعها أبدا تذكر وضع الأشياء المهمة أولا وإلا لن تستطيع وضعها